تصدت دفاعات الجوية السورية في ساعات ليل الأربعاء لعدوان نسبته السلطات السورية لإسرائيل استهدفت مواقع في جنوب العاصمة السورية دمشق وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية سانا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدوانا جويا عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت لها وصائت الدفاع الجوية وأسقطت معظمها